اعتفاده الوطنية تأثر بفكر جمال الدين الافغاني ومحمد عبدو لكن التأثره الاكبر كان برشيد رضا الذي يمثل مدرسة المجددين المحافظين واصبح رافضا لكل ما له علاقة بالحضارة الغربية في عام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين سافر الى القاهرة حيث اتم دراسته في دار العلوم وعمره واحد وعشرون عاما وكان ترتيبه الاول على دفعته كما اعتاد دائما عين مدرسا في مدرسة الاسماعيلية الابتدائية فسافر الى هناك عام سبعة وعشرين حاملا معه حصاد الاحداث التي عاشها طفلا وشابا فاستقرت في عقله وشكلت تفكيره كانت الاسماعيلية مدينة فرنسية على ارض مصرية يسكنها الاجانب وتحميها قوات الجيش البريطاني فتركت تلك المرحلة اثرها السياسي في حسن البنة وعمقت فيه مشاعر الكراهية للنفوذ الاجنبي الفيلم ده كان بداية التعارف ما بين تامر محسن ووحيد حامد في الوقت اللي كان فيه وحيد حامد بيكتب مسلسل للجماعة واللي تامر محسن اشتغل فيه كمخرج للوحدة التانية مع المخرج الرئيسي للمسلسل محمد ياسين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجماعة ناوي على العنف المطلوب مننا منع العنف مش اكتب عشان الموطرين بتوعى من الدولة لما يلاقوا ستات يخافوا وهجموا عن مزارة طلبة دايما ضحايا سواء كانوا جماعات او اخوان ما كنتش عارفة يعني بالضبط المفروض قول لحضرتك اني طالبة ولا خدامة غطل واش ابني تخطر مني الاخوان زيهم زي اي حزب فيش فرق بينهم وبين اي حد تاني من حزب الوطني لحزب الامم مصر امراه محد عليها اسبوع على بعضه من غير مشكل بلدنا الايام دي مليانة فران ولما الفران تكتر في بلد تعرفي ان الطعون بيدق على بابها السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة اقتنع وحيد حامد بالمخرج تامر محسن اتأكد لما اخرج تامر محسن اول مساسل لي بدون ذكر اسماء من تأليف وانتاج وحيد حامد انت مبسوطة انت بيت تعالي الله يقري فيك عايز يا فرخ هعاوز ايه منك بشكلك المعفن دوت ولا ريحتك اللي قلب الشارع صدق ان انت انا قسر بيه وليك كبير هترد عليها اتلمي يا بيت بدل ما ايه بقولك يا بيت الشغلة عامل ايه زي وشك النحس بقى المنطقة دي مش بتاعتنا الليلة واحنا لازل نرزل بقولكوا ايه بتيجوا الروح البر التاني البر التاني ده يبقى الجيزة يا فرخ ما يكون لها ارض الله بلاش يا راجب انت عارب بتاعجيزة لو حد غريب خش عليهم بيقطعوه بلاش السطة اصيلة مش عايزة بتعندي حد البت بتتكلم مظبوطة يا كابت الراجب يا جدعان فيه ايه لما الرئيسة تاخد منطقة جديدة تتوسع في مناطقها انا متوسعت بس بروش للتالوكة تالوكة ايه بو رجلي ونص ما انت قاعد طول اليوم في المرصيدة ودي الفل بقولك ايه بت هتيجي معي البر التاني ولا لا لا اعجل وحدك انا نقصة مطور شوء الي وشي وشك ايه موشي انت فاكرة وشك ده وشي سعات حسني ولا لاجلاء فتحي اه بسم الله على وشك ايه انت روح يا اختي خليك اتحت رجل النعجة ترقعي في صابحة لقد دماغك ودلوقتي بيتارد اول فيلم سينمائي لتامر محسن القط والفار واللي من تأليف وحيد حامد وبكده تكون البداية دايما اتكانت مع وحيد حامد وعشان كده كان لازم نسأل تامر محسن عن العلاقة دي وبيشوفها ازاي يعني حكايتي مع استاذ وحيد حامد بقالها دلوقتي 15 سنة من وقت ما كنت بدرس في ملعب السينما والحقيقة هو متوسم فيه ان انا مخرج جيد وطول الوقت يعني طول الوقت بادع سيقطه فيه حصل بدون ذكرى اسماء لما كنت بعمل اول دراما تليفزيونية ليا هو طلب مني ان انا نخرجها ودي تاني مرة لما اكلمني وقال لي في فيلم سينما وانا عايزك انت لتخرجه فدا تاني تعاون طبعا ده شرف كبير ليا انا حتى مش عارف اسمي نوع الفيلم وليكن نقول مثلا هو light comedy زي ما حضرتك قلت هو محاولة لعمل اجواء وتجربة سينماية مختلفة ومدهشة بكل اعتبارات يعني على مستوى الكتابة نفسها على مستوى الممثلين دور السازة محمود حميدة دور محمد فراج السازة كلهم مشاركين شكل الصورة شكل الحكي محاولة لعمل شيء مدهش اتخيل الناس هتحبه لانه هو مختلف ومدهش احنا عندنا قط وفار طبعا لو جمعنا قط وفار في مكان فلازم نتخيل انه هلحصل مصيبة فاحنا عندنا قط وفار اجتمعوا وبالتالي عندنا مصيبة طبعا في مجموعة من الرسائل بس انا افضل ان انا اسميها هي تأثير بنحاول نعمله فوجدان المتلقي المتلقي بيفكر في التأثير ده هو وبيوصل للنتيجة اللي هو عايزه فجايز انا عندي اسئلة اكتر ما هي الرسائل فالاسئلة في مفهوم القوة يعني ايه قوة مين الشخص القوي ويلي بديله القوة ده تامر محسن بيدخل عالم السينما من بوابة وحيد حامد اكيد بنتمنى له التوفيق وطبعا نجاح الفيلم وطبعا الاستاذ وحيد حامد اكيد بنستنى منه ابداعات اكتر وافلام اكتر بالضبط كده اميلا وسهلا كمان لازم تشوفوا فيلم لان في اغنية بقدمها فريق شار موفرز اللي بحبهم جدا واغنية جامداوي وكما ما تنسوش حكاية القط والفار اللي هتكون معانا بعد شوية تدرس عربع واتدخل قص القط جيه قص القط ناو ومحنا اللي عملنا قصت كلب القط وبعيز وكلا قصت ومات تغفل عصرية من البلاجونا من دل 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 وقاعد يتتاو بيتمطع طرق عالله وينحس ايده وينفاك العاد على جنب معد المرة دي مش مستخبي هنزل في الشاعة جري وطير هخرج من جوحر مش أسير نمي لبناني ظهر واختفى مع إنه اشتهر كتير قوي في مصر استنونا في لقاء حصري معاه فقط من عربوط